بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لاه حق علينا والحاضرين وسائل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في بقية رسالته إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة قال فيها رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي قال رحمه الله في الكلام على حديث وفد الطائف لما أسلموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات لا يهدمها سنة ولما تقدم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من المعلوم أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ يدعو إلى التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ بالتوحيد ولأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر أحكام الدين فلا بد من تحقيق الأساس قبل الدعوة إلى غيرها قبل الدعوة إلى غيره لهجل أن يبني عليه دعوته وإلا فإن الدعوة البداء بالدعوة إلى الفروع هذا خلاف السنة ولأن هذا لا يجدي شيئا مع ضياع الأساس وهو التوحيد أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة نعم لا يجوز إبقاء شعائر الشرك يوما واحدا والذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بالمطالبة بإزالة شعائر الشرك حتى يؤسس دعوته على التوحيد أحسن الله إليك قال رحمه الله وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله يقول الشيخ رحمه الله بناء على ذلك فإن المشاهد التي يسمونها مشاهد وهي القبور التي يبنى عليها لأجل زيارتها ودعوتها من دون الله عز وجل فإنها لا تابقى مرة يوما واحدا فيبدأ بها قبل الدعوة إلى الله يبدأ بإزالة أعلام الشرك ولا يقبل طلب التأجيل في ذلك نعم أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته بناء على ذلك فإن القبور والمشاهد التي يسمونها مشاهد وهي أساس الشرك بالله عز وجل لما يقدم لها من النذور ومن دعائها من دون الله فإنها أولى أن يبدأ بها وتهدم هذه المعالم الشركية قبل البداية بغيرها من المسائل الفرعية نعم أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله وَكَثِيرٌ مِّنْهَا بِمَنْزِلَةِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى بَلْ أَعْظَمُ شِرْكًا عِندَهَا وَبِهَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ نعم وهذه القبور التي تعبد من دون الله ويتقرب إلى الأموات فيها بحجة أو بزعم أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتشفع لمن دعاها تشفع له عند الله عز وجل كما قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق نعم إنما يتقربون إليها بالنذور وغيرها ليس قصدهم أنها أنها تضر وتنفع ولكن قصدهم أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ويدعون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكأن الله لا يعلم جل وعلا عن أخوال عباده شيئا حتى تشفع عنده هذه الطواغيت والأوثان هنا قال وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة نعم المشركون المتآخرون سلكوا سبيل المشركين الأولين في دعاء غير الله والتقرب إليه بحجة أن هذه الأمور تشفع لهم عند الله عز وجل وكأن الله لا يعلم جل وعلا بحوائج عباده حتى يتوسط فيها تتوسط فيها هذه القبور عند الله عز وجل تعالى الله عما يقولون ألوا كبيرا نعم أحسن الله إليكم قال ابن القيم رحمه الله وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة هذا ما يتفرع على ترك هذه القبور التي تعبد من دون الله ويبنى عليها هذا ما ينبني على هذا الفعل إذن لا يجوز تأخير هدم المباني التي على القبور ساعة واحدة لأنها إذا بقيت جرت إلى الشرك لسيما الجهال الذين قالوا لموسى عليه السلام لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر يعني باطل متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فيجب على الدعاة إلى الله أن يبدأوا بهذه المسائل الأساسية وهي مسائل التوحيد فيدعون إليها لأنه لا يصح عمل ولا يقبل عند الله مع التقرب إلى غيره من هذه القبور وغيرها فلابد أن يخلص الدين لله عز وجل ولا تؤجل ساعة واحدة مع القدرة على إزالتها وإبطال حبادتها أنا أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس انتهى كلامه رحمه الله صدق رحمه الله فإن تعجيل إزالة هذا المنكر الشركي لترتب عليه هذه المفاسد وأكثر منها فلابد من البداءة بها أولا معالم الشرك لابد من البداءة بها أولا لأن لا تجر الجهال أو الظلال إلى الشرك بالله عز وجل فالداعية إلى الله أول ما يبدأ بإزالة بالمطالبة بإزالة معالم الشرك نعم أحسن الله بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر